السلام عليكم ورحمة الله اليوم درس اجتماعيات للصفة الثالث متوسط عند الفصل الثاني صفحة 91 المصالح البريطانية في العراق حلخص المصالح البريطانية في العراق اولا اهمية موقع العراق الاستراتيجي لطرق التجارة البريطانية مع الشرق يقول لك ما هي اهمية موقع العراق الاستراتيجي لطرق التجارة البريطانية لقد نهى الأوروبي باتجاه الشرق خلال القرن السادس عشر هنا أكو تعليل وطبعا هنا فراغ يا شوكت بدأ التوسع الأوروبي باتجاه الشرق أقول لي خلال القرن السادس عشر أكو تعليل لماذا بدأ التوسع الأوروبي باتجاه الشرق خلال القرن السادس عشر الجواب بسبب الاستكشافات الجغرافية التي أعقبها اندفاع أصحاب رؤوس الأموال إلى مناطق جديدة من العالم قاموا بإنشاء مراكز تجارية فيها وقيام حكومتهم بحمايتها وحماية الطرق المؤدية اللي إليها فهذه نقول هذا التعليل وهذا الجواب نسويه على شكل نقاط أو سؤال يجيكم هذه اثنين يقول لك بإنشاء مراكز تجارية وقيام حكومتها بحمايتها وحماية الطرق المؤدية إليها لحد هذه يلا قامت الملكة اليزابيث الأولى بحماية التجارة البريطانية مع الهند خلينا نعرف الملكة الملكة اليزابيث الأولى أقول لها هي ملكة بريطانية قامت بحماية أقول لها هي ملكة بريطانية قامت بحماية التجارة البريطانية مع الهند ففي عام 1580 حصلت على تعهد من الحكومة العثمانية بحماية التجارة الإنجليز في أثناء وجودهم أو مرورهم في الأراضي العثمانية والذي كان العراق جزءا منها يعني هذه الملكة الحد هذه تعريفها ملكة هذه تعريفها وبدأت سلسلة من الرحلات إليه فكانت رحلة رالف فيج عام 1583 ميلادية والتي أكد فيها أن العراق يمثل حلقة المواصلات بين الدولة العثمانية وبلاد فارس أن البصرة مركز تجاري مهم لتجارة التوابل والأقمشة والعقاقير المستوردة من الهند خلينا نعرف رحلة فيج أقول له وهي رحلة الذي بدأ شون أقول وهي رحلة الذي بدأ فيها سلسلة من الرحلات فكانت عام 1583 نأكد فيها ذن النقطين أعيد رحلة رالف وهي رحلة رحلة رالف فيج أقول له وهي رحلة الذي بدأت سلسلة من الرحلات فكانت رحلتها عام 1583 أكدت فيها هذا النقطين أقول له وهي رحلة التي بدأت سلسلة من الرحلات عام 1583 والذي أكد فيها أن العراق يمثل حلقة المواصلات بين الدولة العثمانية وبلاد فارس أن البصرة مركز تجاري مهم لتجارة التوابل ولقم شوال عقاقير المستوردة من الهند نقول لك هنا نتائج هذه المرحلة ما هي نتائج هذه المرحلة حصلت موافقة الملكة لشركة الشرق الأدنى الإنجليزية للتجار مع العراق ففي عام 1604 ميلاديا منحت الدولة العثمانية امتزازات أخرى للتجار الإنجليز شنه هذه الامتيازات عددها أولا موافقة الحكومة العثمانية على أن ترفع السفن الإنجليزية إعلامها والمتاجرة داخل الموانئ العثمانية ثنين تحديد الرسوم على البضاعة الإنجليزية 3% فقط من ثمن البضاعة ثلاثة إنشاء وكالة تجارية إنجليزية في البصرة أربعة حق محاكمة العمال العراقيين خمسة وجود ممثل تجاري بريطانية تمتع بالحصانة في كل من بغداد والبصرة زي نجي على التنافس الألماني البريطاني على العراق هذه صفحة تسعة صفحة تسعين شنو تسعة صفحة تسعين بدأ التنافس الألماني البريطاني على العراق من خلال الاهتمام بالآثار العراقية وأجراء الدراسات العربية والإسلامية وتطور الأمر بعد ذلك إلى مد سكة حديد برلين بغداد تجعل شكل فراغات والذي يعد هدفاً توسيعاً لألمانيا في ممتلكات الدولة العثمانية وتطور الأمر في مطلع القرن العشرين إلى حصول الألمان على امتياز لمد سكة حديد من قونه إلى بغداد ثم البصرة عام 1903 فضلاً عن اتفاقهم مع العثمانيين على بناء سكة حديد الحجاز وقد انعكس هذا الأمر على حجم حمولات السفن التجارية الألمانية فهي ميناء البصرة الذي جاء بالمرتبة الثانية بعد حجم الصادرات البريطانية في الميناء وعلى الرغم من الفارق الكبير بين الصادرات البريطانية والألمانية مع العراق عدت بريطانيا تطور التجارة الألمانية مع العراق نذيراً بخطر كبير على مصالحها سنأخذ الظروف الدولية ودورها في تعزيز العلاقات البريطانية العثمانية وانعكاسها لصالح تعزيز النفوذ البريطاني في العراق متمثلاً بألف الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت على مصر عام 1798 ميلادية والخطط الفرنسية للتوسع في المنطقة ومنها إلى الهند والشرق نجاح بريطانيا بتعيين هارفورد جونز خلينا نعرف هارفورد جونز أقول له وهو قنصل بريطاني وهو قنصل نجحت بريطانيا بتعينه وهو قنصل بريطانيا نجحت بريطانيا بتعينه عام 1802 في ولاية بغداد وما حولها الحد هذه ومنح الحصانة والامتيازات فضلاً عن توطيد علاقاتهم مع واليها المملكي سليمان باشا الكبير 1780 و 1802 الذي استمر لغاية وفاته عام 1802 خلينا نعرف سليمان باشا الكبير وهو سليمان نقول وهو الذي فضل عن توطيد علاقتهم وهو والي نقول وهو والي مملوكي عام 1780 و 1802 فضل توطيد علاقاتهم الذي استمر لغاية وفاته عام 1802 تراجع العلاقات العثمانية الفرنسية وانعكاسها على عقد معاهدة السلم في مضيق الدردنديل عام 1809 بين بريطانيا والدولة العثمانية وقد تضمنت هذه المعاهدة حرية التجارة البريطانية داخل أراضي الدولة العثمانية والأراضي المسيطرة عليها ومنها العراق إلزام الدولة العثمانية بحماية هذه التجار نقول هذن نسويه النقطين يقول هشين تضمنت هذه المعاهدة معاهدة السلم ماذا تضمنت ذن النقطين نأخذ المصالح البريطانية في نهري دجلة والفرات كان اهتمام بريطانيا بالعراق بداية الأمر يعود لأسباب تجارية ثم سرعان ما أصبح لأسباب تجارية وسياسية تتعلق بالمصالح بالمطامع الاستعمارية البريطانية وبموقع العراق والجغراف الذي يمثل طريقا رئيسيا مهمة للبريطانيين إلى أكبر مستعمراتهم الهند والتي أطلق عليها درة التاج البريطاني هنا تعليل أقول له جواب بسبب أهمية الاقتصادية لبريطانيا كانت هناك ثلاث طرق توصل بريطانيا بالهند الأول عبر رأس الرجال الصالح في أقصى جنوب قارة أفريقيا وهو قليل الأهمية نظرا لطوله ليشقول قليل الأهمية بسبب طوله يلا الثاني يمر عبر الأراضي المصرية ليصل البحر المتوسط بالبحر الأحمر ومنه إلى الهند والثالث يمر عبر العراق ليصل البحر المتوسط بالخليج العربي ومنه إلى الهند هو المفضل لدى بريطانيا عن طريق مصر قبل افتتاح قناة السويس عام 1869 ميلاديا لأنه أقصر الطرق لذا فكرت بريطانيا من خلال شركة الهند الشرقية البريطانية في الإفادة من نهري الدجلة والفرات لأغراض النقل المائي في ثلاثينيات القرن التاسع عشر هذا يجعل سيك الفراغات جاء متزامنا مع استعمال القوة التجارية في المواصلات المائية والسفن الصغيرة في الأنهار هنا تعليل علل وهذا الجواب لأن السفن البخارية تكون قادرة على حمل البضاع بتكاليف نقل قليلة ومدة السفر أقل وعليه كلفت الشركة الضابط البريطاني فرنسيس رودن جيسني هذا خلينا نعرفه أقول له هو ضابط بريطاني كلفت الشركة للقيام بعملية المسح والتحري لنهر الفرات بدأت حزيران عام 1830 إلى حزيران 1831 والتي تبينت أهمية نهر الفرات للحكومة البريطانية للأسباب الآتية طبعا هاي أسبابها أولا أهمية نهر الفرات للمواصلات بين البحر المتوسط والخليج العربي صلاحية النهر لسير السفن البخارية أهميته للتجارة والنفوذ البريطاني في المنطقة وأهميته العسكرية لقد قررت بريطانيا لقد قررت بريطانيا الاهتمام بشكل أكبر بعملية المسح والتحري وتوفير جميع مستلزمات الدعم المالي والمعنوي لها توجهت عام 1834 ميلادية بعثة أخرى لدراسة صلاحية مجرى نهر الفرات وهذه المرة بباخرتين هما دجلة والفرات استغرقت عملية المسح ثلاث سنوات قد استغرقت ثلاث سنوات وعندها وصلت سفينة الفرات إلى منطقة بوشهر عند الساحل الشرقي للخليج العربي تجعل شيك الفراغات تصل رجالها بالعشائر الموجودة هناك مدونين معلومات مهمة عن طبيعة البلاد وسكانها فضلا عن رسمهم الخرائط المفصلة عن المنطقة أما السفينة الأخرى دجلة فقد غرقت مما دفع جسني إلى تغيير وجهة نظر عن صلاحيات نهر الفرات لسير السفن التجارية وصعوبة الإفادة منهم في كل أوقات السنة فضلا عن طول المسافة الممتدة من بدايته حتى مصبه إلا أن عمليات المسح استمرت فكانت رحلة هنري بلوس لينج خلينا نعرفها هو الذي قام برحلة مسح نهر الفرات والذي أسس في بغداد عام 1840 ميلاديا شركة للملاحة في نهر دجلة كانت لها باخرتان هما لندن ودجلة شن الباخرتان؟ نهر دجلة ولندن اهتمت هذه الشركة بعملية التجارة والوساطة التجارية لبعض الشركات البريطانية والنشاط المصرفي ونقل البريد فضلا عن توطيط علاقتهم مع العديد من العشار العراقية الساكنة على ضفاف نهر دجلة لحماية سير قوافلها المحملة بمختلف أنواع البضاع التجارية وهناك أيضا رحلة فليكس جونز في المدة 1847 و 1853 ميلادية إلى بغداد وبابل ونينوى ورحلة القائد السلبي حتى عام 1862 اهتم بمنطقة وادي دجلة تضم المنطقة الممتدة بين بغداد وسامرة إن كل تلك المحاولات والجهود وما تمخض عنها من الرسم الخراط وجمع المعلومات المهمة عن نهر دجلة والفراط أكدت بريطانيا همية موقع العراق وحتمية جعله منطقة نفوذ بريطاني هذه تجعله شكل فراغات ذني كلها مشاريع سكك الحديد دعت بريطانيا 1857 إلى ميلادية إلى مد سكة حديد الفراط هذا تعليل هذا علل وهذا الجواب بسبب ازدياد مصالحها في المنطقة بس إذ لم يكن هدف بريطانيا في العراق هدفا اقتصاديا بحسب ما كان هدفا استراتيجيا طبعا هنا ونختم المحاضرة وإن شاء الله نكملوا إياكم باقي المحاضرات وبالتوفيق يا ربي